انطلقت في الدوحة فعاليات المنتدى العربي لتطوير الرعاية الصحية الذي ينظمه اتحاد المستشفيات العربية برعاية وزارة الصحة العامة ودعم مؤسسة حمد الطبية الشريك الاستراتيجي للاتحاد المنتدى يتواصل على مدى يومين ويرفع شعار تشكل مستقبل الرعاية الصحية نسخة جديدة من المنتدى العربي لتطوير الرعاية الصحية تُعقد للمرة الأولى في قطر وتجمع نخبة من صناع القرار والمختصين في الرعاية الصحية من دولة قطر والدول العربية والعالم المنتدى يركز على مستقبل الرعاية الصحية ويفتح عددا من الملفات المرتبطة به لتطوير أنظمة صحية عربية متينة ترحب دولة قطر بهذه المؤتمرات المهمة للعرب وأيضا للمستشفيات العربية أيضا طموحنا في هذا المنتدى أن نستمر في التطوير في رؤية 2030 هذا المؤتمر اليوم يشارك للبحوث طبعا كل دولة لها تجربة الدول الكبيرة لها تجربة كيف توفير التكلفة ودول صغيرة كيف تطوير الخدمات لأعلى مستوى ممكن بالإضافة إلى البحوث القادمة بشكل قوي في المستشفيات والتواصل مع القطاع العام مع الخاص في عالم سريع الخطى تكنولوجيا يركز المنتدى على دمج التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية وتسخيره لبناء أنظمة صحية مرنة مستدامة قادرة على التصدي للأزمات بأنواعها مسؤولية النظمة الصحية أن تخطط للمستقبل لحتى تكون جاهزة لكل المشاكل التي قد تتم من وراء المشاكل المناخية والتي تأثر على الصحة من أمراض تنفسية أو من أمراض مزمنة أو من عبق صحي لأنه تأثر على الكلفة العلاجية نحن شفنا منظمة الصحة العالمية اليوم تكلمت عن التحديات التي يتواجه الصحة العامة من حيث الأوبئة من حيث التغير المناخي من الأشياء التي هم متنبئين أنها ستحدث في المستقبل فيجب أن يكون النظام الصحي العربي قبل العالمي يكون جاهز لهذه التحديات وكان لدولة قطر نصيب من جوائز اتحاد المستشفيات العربية خلال احتفاله باليوبيل الفضي لتأسيسه إذ استحقت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة جائزة القائد الرؤيوي في تميز النظام الصحي إنجاز يحكس اهتمام دولة قطر بالقطاع الصحي ويؤكد المكانة الرائدة التي يحتلها على المستويين العربي والعالمي ترجمة نانسي قنقر